اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي منذ احتلال العراقة من 2003 كان في ذهن هؤلاء الذين حكموا العراق روال هذه العشرين سنة كان في ذهن من البداية مخاوف كبيرة من الشعب العراقي من قوى الموجودة في العراق لأنهم يعرفون أنهم من البداية يعرفون المشروع الذي جاءهم به مشروع ليس للبناء وليس للوطنية ليس لازدهار البلد فبالتالي البلد سيثور عليهم وسينقلب عليهم بأسرع ما يمكن فلا يستطيعون خداع الناس بطريقة وإذا استطاعوا أن يخدعوا يوم أو يومين وهذا الأسبوع وهذا الشهر وهذه السنة لكن سنة القادمة والشهر القادم واليوم القادم لن يستطيعوا خداعه لأن القصة واضحة والناس تراقب واسترى الواقع واستقف ضده وبالتالي كان هذا التفكير هم الهاجس وكانوا يعرفون المشروع اللي جايين بي والأمريكان أوضحوا لهم هذا المشروع منذ مؤتمر لندن وغيرها مؤتمرات متسمة بالمعارضة هم ليش جايين وشون يحكمون وشون الطريقة وجووا لأمريكان وأسسوا لهم هذا النظام فواحد من المخاوف الكبيرة كان هو وجود جيش عراقي لذلك كان أول المطالب واحد من القرارات أول القرارات اللي اتخذها بول بريمر حاكم الأمريكي وقال يعني هم طلبوا من عندي طبعا هو وافقهم هم وافقوه هم رحبوا بي القضية يعني هو من أراد وهو يعرف لأنه لأجل أن يستمر هذا المشروع يجب أن لا ينقلب عليه أحد ويجب أن لا تكون هناك قوة على الأرض في العراق تقف ضده قادرة أن يزيح لهذا المشروع فيجب إزاحتها وهو الهجش العراقي ومعروفة في مناطقنا وبالعالم كله الجيوز قادرة أن تحدث انقلابات وهذه الانقلابات موجودة الآن عندما يتحدثون زمن الانقلابات لماذا تغير لا موجود زمن الانقلابات نفس الظروف ونفس الحالات فموجودة والعالم موجودة في كل ما تحدث في كل العالم فلماذا لا تحدث بالعراق والعراق مؤيئ بظروفه لو كانت القوى العسكرية مثل ما هي القوى العسكرية مثل ما هي لكان غير شكل لذلك كنت تهموها من البداية هذا جيش النظام السابق جيش عميل جيش معرف منه جيش صدام هذا الكلام اللي ينقال الحقيقة وهذا ليس دفاعا لا عن نظام سابق لا ملكي ولا جمهوري دائما ما نقول لكن هذا واقع الحال لذلك صدر أمر بريمر بحل الجيش العراقي وحل كل القوى ومؤسسات كثيرة حلوه لكن الجيش العراقي أساسا وأمنوا نفسهم أنه خلاص يؤسسون جيشا جديدا وسموه الجيش العراقي الجديد من قوى جاءوا ميليشيات على دمج على معرف منه قوى تاب على حزابهم وقواهم لكي يضمنوا أنه لذلك بدأوا يتحدثون لانقلابة بالعراق بعد اليوم طبعا ما كون منه القوى التي تنقلب ما كوا غير الشعب والشعب هم جاءوا بقوة شايلة سلاح تواجه الشعب تضرب الشعب بالرصاص ميليشيات موجودة تقتلوه وهذا ما حصل طوال السنوات العشرين عشرات المظاهرات حصلت عشرات الاعتصامات واجهوا بالرصاص بهذه القوى التي أسسوها فبالتالي هم أزاحوا هذا الموضوع لذلك كان الحديث واليوم هو حديثنا اللي محمد شيعة السوداني رئيس الوزراء الحالي يتحدث به وهو يعني قبل الانتخابات هذه صارت مع المجالس المحافظات في اسموع الماضي قال يعني وكأنه يتحدث في بلد دمقراطي قال لا أداة للتغيير والتصحيح سوى الانتخابات والعزوف عنها تفريض غير مبرر هذا الكلام في الدول الديمقراطية في الدول التي الحكومات والحساب خارجة من رحم الشعب وتحترم الشعب والشعب يحترمها والشعب يدافع عنها ويحميها ويتحمي الشعب وتعتبر نفسها موظف عند الشعب أما في العراق طبقة مرفهة 36 مليار دير و16 ألف مليونير وكل نائب ونائبة ميسون فلسين راكمين سيارات ما عرف شنو وحمايات والدنيا وعقول خاوية هذه غريبة عجيبة وتقاعد وراء أربع سنوات يستلم تقاعد ما عرف حسب الدورات البرلمانية ووزراء من عام 2003 من عام 2005 من أول برلمان لحد الآن ومن أول حكومة لحد الآن وشوفوا ووزراء ووزراء قد طيطوا التقاعد وقد طيطوا السيارات وحمايات وفلوس ونهب ومليارات الدولارات نهبت هذه كلها ومدرع شركات ومدرع عامين وما تدري شنو هذا كل جزء من هذه الخبطة الطبخة المسمومة التي جاءوا بها للعراق فهذه الطبقتين طبقة حاكمة طبقة من الشعب مسحوقة سيتحدثون بها بهذه اللغة لأن الأدوات القوة أدوات بأيديهم ميليشيات وقوة عسكرية وأمنية وشعال الأصلاح وتقاتل عنهم وتدافع عن مصالحهم لأنها تابعة لهم هي مالتهم يعني هم منتقدة والجيش السابق قالوا جيش فلان وجيش المنف ومو جيش عراقي طيب هذا الجيش عراقي هذه القوة قوة الأمنية عراقية ما أردت تهمها لكنهم قل يجاوبون هذه فعلاً عراقية يعني خالصة للعراق ومالها علاقة لو كان مالها علاقة ما كان شاركت حتى بالانتخابات لأنه ذول من سيسون ذول العراق فقط والشعب العراقي ما لهم علاقة لبانتخابات لببرلمانية ولب مجالس محافظات هؤلاء جاءوا يؤدوا وظيفة حماية الشعب وحماية الوطن هل استطاعوا حماية الوطن وحماية الشعب هو هذا السؤال ولمن عائديتهم وكيف صنع هذا الجيش وكيف يفكر هو قوة وكيف يفكر وما هي عقيدته وما هي توجهاته خلي جاوبونا على هذه الأسئلة وبعدين يقولونا جيش عراقي وجيش سابق وجيش لاحق قضية لذلك الحديث عن لا أداة للتغيير والتصحح سوى للانتخابات هذا الموجوز قدام العراقيين تريدون تغيرون روحوا للانتخابات فالشعب وجدلهم سلاح المقاطعة قاطر الانتخابات يزورون لكن هذا التزوير يعني ما قد رح يستمر وما قد رح تظل أمريكا ترعى هذا المشروع في لحظة معينة ستجد أن مصالحها قد تغيرت وأن الوضع غير شكل وستخلى عنكم وستنكشفون تنكشف كل هذه الدفاتر ماذا ستفعلون ستهربون إلى الخارج كل الدول وكل الأنظمة التي في الخارج بالإقليم والعالمية عندما تصالح مع النظام الجديد ستسلمكم يد النظام الجديد كونوا على ثقة وهذا العراق وهذا تاريخه فالذي يخون العراق ويخون العراقيين هذا مستقبله لا يعتقد أنه باشر عقبله والله أنا كسبت تكسب الآن وهذه في الدنيا تكسبه نعم لكن حسابك مع رب العالمين هذا حساب آخر وحسابك إذا ما انقلب الوضع حساب آخر وهذا العراق نلاب هو اليوم جوا باشر فوق وهذا العراق ومن يعترض على هذا ليقرأ تاريخ العراق ويقرأ تاريخ حتى الدول هذه كل الدول هذه واحدة من النقاط التي نتحدث بها اليوم واحدة من النقاط أيضا السريعة الأخرى وممكن قبل كم حلقة كنت تتحدث عن واحد ممن يعتبرونه مفكرا يتحدث عن 20 أو 30 سنة أخرى يعني بالحكم يجب أن تستمر حتى تتوفر مقومات النهوض بالعراق خرجنا واحد ويبدو أنه هذا توجيه للجميع خرجنا واحد آخر من الميليشيات من السنة الميليشيات تتحدث عن 100 سنة يحتاجون 100 سنة يقول ما هي 20 سنة بريطانيا بين تجربتها هذه التي ترونها تحتاجت أكثر من 100 سنة فإننا ما هي 20 سنة يعني يحتاجنا 80 سنة لأخ نطيها للميليشيات والخراب والفساد والدمار والأمية والفقور والمعانات لكي ينهضوا بالعراق هذا هو الكلام 20 سنة من الخراب وكل هذه المليارات دمرتوا العراق الأمية الآن 12 مليون أمي بعد العراق لم يكن خالية من الأمية بعد 80 سنة أخرى ما تحدث للأمية الشعب العراقي كله أمي على شري الثورة و على شري التغيير ما هو أنت تقود شعب عندما يكون أميين تقوده بسهولة لأن تستطيع أن تفرقهم و تستطيع أن تقودهم مثل ما تريد لأنه لا يفهمون شيئا مو يمهم هذا واقع الحال أنتو تريدون أن تجهلون الناس تريدون أن تجهلون الشعب لذلك هذه خطة تجهيل الناس والأمية هذه ماشرة طريقة والفقر الآن إذا عدنا 13 مليون تحت خط الفقر ومسحوقين بعد 80 سنة قد يصيرون عدنا وهذا النفط سيبقى بيدك سلعة النفط وإذا ردت تذهب إلى الصناعة والزراعة ما ستصنع ستزرع والعالم وين وصل وين وصلت وإذا افترضنا بعد 100 سنة أنت تجربتك نجحت ماشي العالم وين وصل شلو رح تنافس العالم لأنه هذا العالم خمواقف هذه الدول خمواقفة أيضا تتحرك نساك وتبني وتسوي صناعات وجديدة وتخترع ورح توصل إلى مستويات وإحنا ما زلنا نراوح وخراب ودمار وطائفية وخراب وفقر وبالتالي وين نحن بأخر ركب ومن يستمع ومن يشتري بضاعتنا وش ننتج وش ناكل ونفط مان نينضاب يعني حاجي أقل ما يقال عنه ما الناس يعني يتعاطون المخدرات ناس مغيبة عقول هم ويريدون وعلى ذكر المخدرات يعني إذا كنا الآن المخدرات غزة العراق بهذا الشكل والعراق الآن مصدر ويزرع وينتج المخدرات الآن ووصلت المخدرات إلى مدارس البنات والمدارس المال الابتدائية طيب بعد 80 سنة ما عرف شكيت لي وين رح توصل إلى المخدرات وتجار المخدرات يزدادون عوما بعد آخر مكين تفرخ به هذا الكلام غير مقبول وغير منطقي نفس كلام السوداني أنه لا داع لا أداة للتغيير والتصح سوى الانتخابات الله أكبر أنتم تعتقدون هذا لكن الشعب يعتقد غير هذا والشعب الذي غير حكومات كثيرة سيغيركم أنتم يعني تعتقدتم أنه الجيش فقط أداة جيش والقوى الأمنية لكن الشعب كل هذه قواكم وكل هذه اسلاحكم لن ينفع عندما تأتي موجة الشعب الكبيرة ستضربكم بكل مكان وتنهي كل هذا أعزائي المشاهدين وقت هذه الحلقة انتهى أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم